وهون انا شايفة نهاية رقم خمسة نهاية للطرف الثالث مهما كان الطرف الثالث هذا حبايبي يعني مش بس هو طرف ثالث خيانة او شخص ثالث داخل على علاقة وممكن يكون اي عائق في العلاقة العاطفية وحتى مش بالعلاقات العاطفية ممكن بالعمل عائق يكون بالعمل بينك وبين مديرك بينك وبين شخص يكون فاية طرف ثالث مش الطرف الثالث هو بس خيانة كمان ممكن يكون في اي مجال هون شايفيتك عم بتحاول انك تستشفي هون شايفة نتيجة الاستشفاء رح يصير ان شاء الله في هاي الفترة في اخرها ممكن تاني او بعد بشوي يعني استشفاء تام من من اللي خلينا نقول من اي طاقة سلبية كنت تعاني منها بكل اشكالها حسد سحر عين ما بعرف شو هي بس انت بتعمل رقيات بتعمل استشفاء في منكم بيروحي يمكن عند معالج طاقة في منكم بيمارس يعني امور بتعمل على الاستشفاء وعم بيستمر عليها عم بيكون مكافح في هذا الموضوع ما عم يمل ولا يكل يعني يظلوا يكرر هذا الموضوع يعني ذلك بشوف عندهم السبع تاكرات اه انضاف يعني اه شخص لا يعني شخص اه عن جد عم بيشتغل على حاله هاي الفترة وعم بتجيب نتيجة برج الدلو بشكل عام حبايبي هاي الفترة يعني على قد ما تشتغل انت اه على حالك على قد ما السنة الجاي خلينا نقول اه او الاشهر اللي بعدها رح تكون بخير فكتير ركز على المدة الجاي اه كيف رح يكون شكلها نجي نأخذ هاي الكروت نفتح بشكل عام على العاطفة هلأ ممكن اه نكون عم نقرأ قراءة عامة مش عاطفية يبين فيها شوية عاطفة ممكن اساسا نتكون فاتحة على العاطفة او قراءة عاطفية يبين عندك شوي اه امور تانية فنحاول نحكي عن كل الكروت مهما كانت لها علاقة في العاطفة او لا لكن القراءة هي عاطفية زي ما بتعرفوا دائما بعيدها انه القراءة العاطفية هاي قراءة عامة وممكن تكون عكسية فاكيد ما حتنطبق على الجميع او يمكن طاقتك ما بتوصلني فاكتير في اسباب هون بقولك انسى الماضي كتير كتير عم بتفكر باخطاء الماضية ما عم تنسى للشريك الاشياء اللي عملها والشريك ما عم ينسى الاشياء اللي انت عملتها ما في تسامح ما في آآ في شايف شوي روح الانتقام بالموضوع آآ ما عم تنسوا شوف حاب تكون كتير وحيد هاي الفترة عم حاب تكون وحيد لانه تعبت من كل شي تعبت من مشاكل اللي في شغلك تعبت من آآ كتير ازمات امور حتى بالعلاقة العاطفية عم بتكون في اللي هو تحديات او تشالنجز ورجد له آآ شايفيتك اكتر اشي هون عم تفوق لنفسك عم آآ شوي شوي تهتم في حالك اكتر عم تعمل آآ عم تهتم في في مظهرك كتير 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 هاي الفترة فا ومش بس مظهرك عم تحاول كمان تقعد مع حالك تتقنب حالك يمكن احيانا احيانا آآ لا بالعكس فا عم تقعد مع حالك كتير عم تتواصل مع روحك الداخلية عم بيكون عندك حدس آآ آآ بشوفك هون حاصل على الخير يعني المطر خير في في الكرت آآ عم بشوف الحبيب عم بيجهز حاله بعدين جاي وهو مسلم يعني شوف آآ رافع الراي البيضة ووجاي لعندك فبدك تكون يعني مستقبل جيد لهذا الموضوع وما تكون آسي ما تكون آآ خلينا نقول آآ آآ طف معا تكون شوي اكتر آآ هون شايفة في شايفة في عوائق كتير في علاقتهم العاطفية آآ يمكن تزداد بهاي الفترة ولكن على قد ما انتوا آآ تعبتوا على قد ما حتلاقوا آآ في نجاح لهاي العلاقة مع انه ما في شي بالسابق آآ بيدل على انه في آآ يعني في خير جاي ولكن الخير جاي هون وهون في خير كتير جاي ممكن تتافر مع الحبيب او الحبيب مسافر او كل واحد في دولة آآ آآ بالحبيب عم آآ لكن هادا شايفك مش في محله شايفك رح يعني رح توصل اوكي انت والحبيب ولكن يعني رح توصلوا لنقطة معينة رح تتكاملوا رح آآ تقربوا كتير مع بعض ولكن هادا كل هادا بيحتاج جهد منك جهد منه ازا ما صار هادا الجهد ما في فايدة فاااا وشايفي هون كبرياء كبير من الطرفين يعني الطرفين عم يتعالوا عن الموضوع انه كل واحد عم يترك ثاني آآ لحتى انه يرجع اكتر اشي شايف الكبرياء انه هاي اللي مش هاي اللي متأكدة انها مش عكسية يعني اللي متأكدة منه انه برج الجدي هو اللي عنده الكبرياء الكبير هادا فعم بيشوف حاله كتير هيكا انه ملا هو مستحيل يرجع انه كزا ولكن جوات قلبه بيموت بالحبيب كتير كتير بيحبه شايف الناس المتزوجين ممكن يكون في عندهم السفر او هجرة عم بيفكروا فيها إلهم فترة طويلة وين تكملتها دقهم خلينا نشوف اذا في نصائح لبرز التلو ممكن تكون مسج من الكون ممكن من الملائكة يعني بقولك غير نظامك اليومي غير ممارساتك اليومية قبل شوي قلتلك ممكن يكون في عندك ادكشن ممكن يكون في عندك ادمان على موضوع معين فهون عم بيقولك فعلا انه زي ما قلنا انه بداية جيدة لحتى انت تعمل بتعمل مش عارفة اللي هو برنامج جديد لحياتك اليومية تغير في حياتك اليومية ما تضلك نفس الروتين طول الوقت نفس الروتين بتاكل نفس الاكلة بتروح بتعمل نفس الشيء اذا كنت مدخن عم بتدخن بكترة عم بتروح للإكستريم في المواضيع فبقولك لا انه هيك وهيك كمان برج الجدي ناجح جدا في العمل فالعمل عم ياخد منه كتير تفكير وكتير اللي هو ما بيعرف يوازن كتير بين التفكير والعاطفة او عنده مش عارف العاطفة انا بحكي عن الرجال من الجدي مش عن البنات البنات طبعا لا عاطفيين كتير رومانسيين عندهم قنوسة يعني طاغية ولكن انا بحكي عن الرجال من برج الجدي عم يكونوا كتير عم يهتموا في الشغل على حساب العاطفة او على حساب عيلتهم بقولك استمع باصغاء يعني انت من الناس يمكن اللي بتطنش كتير بتسمع وبتطنش يعني ما بتستشير كتير بتعمل اللي براسها بقولك لا استشير لي حواليك يعني اسمع ممكن كمان يقولك اسمع للطاقة الكونية حاول تكون اكتر روحانية وكأنك شخص نوعا ما الحاليا عم بتكون شوية بعيد عن روحانيات بقولك زود هاي الروحانيات شين اه مشكلة وكبرت اه فآآ بيقولك انه رح تمشي عديها حاول تنسى نشوف هاي الكروت ازان لبرج الدلو برج الدلو بيقولك اه في هذا الكرت انه الفترة الجاي رح تكون في وفرة كتير او رح يكون في حظ فاستغله لانه بعديها في فترة مش خاط يعني بس بعديها في فترة يعني رح تحتاج فيها هذا المال رح تحتاج فيها هاي العاطفة بيقولك عبي على قد ما تقدر هاي الفترة ايش حم حالك على قد ما تقدر اه عندك وفرة مالية حاس يعني حاول انك تكسب اكتر شي ممكن اه وكأنه في بعديها شوي اه انزول في هذا الموضوع ان شاء الله ما يكون فيه بيحكي لك انت بامان مهما كانت الظروف حواليك انت اه مطهف مهما كانت التغيرات حواليك على اي صعيد فانت ما تخاف انت فيه عناية الهية او انت بيقولك you are safe فورق حلو الحمد لله رب العالمين اللي طلع فيه ورق حلو يعني ان شاء الله يرب انه الاشياء الحلوة التير والاشياء اللي مش حلوة ما تفير فحباي ببرج الدلوب اشوفكم بالفيديو